السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري أمراض موادية وجهاز عدمي وكبد أتشرب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تورم الغدد اللينفاوية تحت الإبت هذه مشكلة تقابل كثير من المرضى يفاجأ أن هناك شيئا متضخمة تحت الإبت هناك كلكوعة موجودة هل ترى كلكوعة حميدة أم خبيثة؟ بالطبع أن المريض يقلق وعايز يطمن بالطبع أننا في الفيديوهات الطبية الغرض أن نوضح للمريض ونوعي المريض بخصوص هذه الحالات طبعا يجب أن أول أن نجد شيئا مثل هذا نذهب للدكتور ونطمن ونرى ما هي الموضوع الدكتور يسأل بعض الأسئلة لكي يرى هل هناك غدد لنفاوية أخرى موجودة في أماكن أخرى في الجسم أو لا؟ مثل الرأبة مثل أعلى الفخزين ويسأل إذا كان هذا الشخص له علاقات جنسية خارج قطار الزواج أو لا؟ ويسأل أيضا إذا كان هناك كالكوعة مشابهة مثلا في السادي على أساس لو كانت سيدة ممكن تكون عندها كالكوعة في السادي ولكن هي ليست وقدة بلها أو ليست حاسة بأهمية الموضوع أيضا مهم جدا أننا نعرف هذا المريض مثلا هل هو يكح؟ قال له فترة طويلة هل هناك آلام في البطن؟ فالدكتور يسأل عن بعض الأعراض مثلا ارتفاع في درجة الحرارة تعرق ليلي بعد ذلك الدكتور يبدأ يكشف على المريض ويشاهد هذه الكالكوعة أخبارها إذا وجدت أن هذه الكالكوعة أصغر من 2 سنتي وفي نفس الوقت مطاطية الملمس وتتحرك وفي نفس الوقت لو وجدت أن هذه الكالكوعة تستجيب للمضادات الحيوية لو أدىها الدكتور مضاد حيوي مثلا بعد أسبوع أو عشر أيام تنكمش كل هذه أخبار أو مؤشرات مطمئنة بالنسبة للغدد للمفاوية تحت الإبت بالنسبة أيضا الدكتور يفحص صدر المريض وبطن المريض ويشاهد أعلى الفخزين لو فيه غدد للمفاوية موجودة أو لا يبدأ الطبيب يعمل بعض الفحوصات لتطمن في بعض الأحيان نعمل أشعة مقطعية على الصدر في بعض الأحيان نعمل أشعة مقطعية على البطن لكي نرى إذا كان هناك غدد للمفاوية موجودة أيضا في البطن أو لا أيضا في بعض الأحيان نضطر أن نعمل مسح ذري على الجسم كله في بعض الأحيان نأخذ عينة من الغدد اللمفاوية التي هي تحت الإبت أو نستقصل هذه الغدد اللمفاوية ونفحصها نفحص النسيج تحت الميكروسكوب لكي نرى إذا كانت شيء حميد أو ورم خبيث هناك أسباب لتورم الغدد اللمفاوية من أهم هذه الأسباب الأمراض البكتيرية والأمراض الفيروسية بالنسبة، ممكن أن يكون هناك التهاب بكتيري مثلا خراج في إيد الشخص أو ممكن أن يكون هناك الشخص لسه عامل تنظيف تحت الإبت بمس حلاقة مثلا وحصل نوع من أنواع الالتهابات أو استخدام المزيلات الرائحة وبالتالي حصل نوع من أنواع الالتهابات تحت الإبت وهذا أدى إلى تورم الغدد اللمفاوية في بعض الأحيان المريض يكون مثلا خربشته قطة أو يكون خط تطعيم أدى إلى تورم الغدد اللمفاوية ممكن أيضا في بعض الأحيان هذا الشخص يكون عمل علاقات خارج إطار الزواج فممكن أن يكون حصل له مرض الإيدز أو مرض الزهري وهي تورم في الغدد اللمفاوية أيضا ممكن أن يكون الشخص لديه آلام في المفاصل وبالتالي ممكن أن المرضى التي لديهم أمراض مناعة ذاتية مثل الروماتويد مثل ذئب الحمرة، يمكن أن يكون لهم تورم في الغدد اللمفاوية تحت الإبت أيضا هناك بعض الحالات التي لديها أورام في الدم مثل مرض اللوكيميا أو سرطان الغدد اللمفاوية مثل اللمفومة سواء نهوتشكين للمفومة أو ننهوتشكين للمفومة وهي أورام تظهر في الغدد اللمفاوية أيضا مهم جدا بالنسبة للسيدات أن نهتم بالسدي ونرى هل هناك أورام في الغدد أم لا وبعض الأحيان نفعل اختبار أشعة تلفزيونية على الغدد أو نفعل ماموغراف على الغدد لتأكد إذا كان هناك أورام في الغدد أم لا طبعا مهمة أيضا أن نرى إذا كان هناك أي مشاكل في الإيد أو في الضفر إذا كان هناك إلتهابات أو لا طبعا نعلم أن هذه الغدد اللمفاوية ما هي إلا محطات لفلترة الميكروبات مثل البكتيريا، الفيروس، الفيروسات، أو الأورام، وتحد من انتشارها في بعض الأحيان يجد نوع من أنواع الإجزيمة أو الصدفية وهذا يجعل الجلد نفسه يحدث فيه نوع من أنواع التشققات وهذا يؤدي لدخول الميكروبات وهذا يمكن أن يؤدي إلى تورم الغدد اللمفاوية تحت الإبط طبعا الدكتور يفحص المريض يبدأ يعمل بعض الفحوصات مثل صور الدم، وظائف كبد، وظائف كلا في بعض الأحيان يعمل اختبار السكر التراكمي لكي يرى أن هذا المريض لديه سكر أو لا كل هذه الفحوصات نتطمن على المناعة الشخص في بعض الأحيان نضطر أن نعمل دلائل أو رام لكي يرى إذا كان هذا الشخص لديه أورام أخرى أو لا مهم جدا أن نعرف إذا كان هذه الكالكوعة أو الكتلة هل هناك شك أن يكون هناك ورم أم لا عادة، عندما يكون هناك التهابات بكتيرية أو خراج أو صديد في الصباة أو الإيد نتطمن أن مجرد أن نعطي مضادات حيوية من أسبوع أو عشر أيام، الغدة اللنفوية ستنكمش وتختفي وبعض الأحيان نضطر أن نعطي أقراس أو ان ننطقت آخر مع هذا التورم و الخراج، يمكن أن يحدث ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن يحدث صداع وضعف في الشهية الجسم يكون لديه همدان كل هذه الأشياء تكون موجودة عندما نكتشف أن الموضوع مجرد التهاب نحن نهتم بمرأة بالثل و نتطمن على الصدر لكي نرى إذا كان هذا الشخص لديه سل أو لا طبعاً، مهم أن الدكتور يجخص الحالة مهم جداً لدينا وعي أن نذهب للدكتور فوراً سأقوم برقم الواتسف لو لديك أي استفسارات 022-010-2728-4778 أشكركم جزيلاً شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته